فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله وقد قال الناس في قوله وإنه لذكر لك ولقومك وقوله ولقد جاءكم رسول من أنفسكم أشياء ليس هذا مضيعها نعم الناس أخذوا من قوله تعالى وإنه لذكر لك أي القرآن ذكر يعني شرف وذكر حسن وثناء حسن فيما بعد وكان كذلك فهذا القرآن في قمة الفصاحة والبلاغة والشمول والمعاني الجليلة فهو معجز من كل وجه وكذلك ولقومك يعني لقبيلتك أو قبيلك وهم العرب فنزول هذا القرآن العظيم بلسانهم هذا تشريف لهم وذكر لهم يستحقون به المدح إذا استقاموا عليه إذا استقاموا عليه وبلغوه للناس فهو شرف للرسول صلى الله عليه وسلم وشرف لقومه إذا استقاموا عليه ولهذا قال وسوف تسألون سوف يسألكم الله يوم القيامة عن هذا الدين وعن هذا الرسول ما الذي فعلتموه نحوهما ترجمة نانسي قنقر